لماذا برأيك حصد مشاهير مواقع التواصل شهرة سريعة وباتوا متابعين أكثر في المجتمع؟ في الحقيقة نجوم السوشال ميديا ما بنقدر نقول إنهم سحبوا البساط لكن بنقدر نقول إنهم جاذبية كتير كبيرة لأن الإعلام التقليدي خصوصاً اللي حافظ على تقليديته وما حاول إنه يتطور مع تطور السوشال ميديا المتابع بيشوفه عبر القنوات الرسمية أو حتى القنوات الفضائية بيشوفه هو بيقدم برنامج بيقدم نشرة أخبار قالب جامد في حين مشاهير السوشال ميديا زي ما أنت عارفة منشوفهم بيومياتهم منشوفهم بسفراتهم بطلعاتهم بحياتهم مع يعني عائلتهم وأولادهم وطبعاً الإنسان عنده الفضول العادي إنه يشوف ويتعرف بعض الإعلاميين التقليديين اللي يعني أسعفهم ذكائهم كانوا من الذكاء بحيث اتطوروا مع تطور السوشال ميديا خليني أكلمك يعني ببساطة أحكي عن نفسي مثلاً أنا من الإعلامين التقليديين لزروف عائلية معينة بطلت أظهر على الشاشة ولكن بدير شركتي الخاصة وبكون معدة من وراء الكواليس من خلال السوشال ميديا وطرح موضوعات معينة بتهم المشاهد العربي وأيضاً استخدام حياتي اليومية في الجانب الإيجابي منها لإطلاع الجمهور عليها حصلت على عدد كبير من المتابعين على السوشال ميديا وهذا ساعدني في أني أعمل برنامج خاص لإلي والبرنامج متابع ومشاهد كل شيء في الدنيا سلاح ذو حدين مثل السكينة إما تستخدميها لإعداد وجب شهية أو لقدر الله لارتكاب جريمة فعلى الناس إنها تفرق بين مشاهير السوشال ميديا اللي بيقدموا محتوى إيجابي محتوى جيد محتوى حقيقي وبين مشاهير السوشال ميديا المدعيين اللي للأسف الشديد إذا بحثت في حياتهم الحقيقية بتلاقيها ما إلها أي علاقة بي اللي بينشروا على السوشال ميديا أيضا المتلقي إحنا ما بنعفيه من المسئولية والقاعدة بتقول يعني لا تجعلوا من الأغبياء مشاهير إذا ما في محتوى ما في شيء معين بيقدموا هذا المشهور على السوشال ميديا من الطبيعي إنه الأشخاص بعد فترة ما يلحقوا